الثاني والعشرون من مايو لعام الف وتسعمائة وتسعين ذكرى خالدة لن ننساها اليمنيون حيث شهد الوطن توحيد شطريه الشمال والجنوب لتأتي بذكرى الثلاثون في هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها اليمن في ظل تهديدات داخلية وخارجية أبرزها انقلاب ميليشيا الحوثي على النظام الجمهوري والذي ساهمت محافظة تعز في كسره وإفشال المؤامرة بالدفاع عن أحلام اليمنيين ومكتسباتهم الوطنية كما كان دورها النظالي منذ ثورة سبتمبر الخالدة حتى الآن لا يمكن للشعب اليمني أن يسمح بالعودة إلى الوراء محافظة تعز بالذات الحاضر الشعبية للوحدة اليمنية في محافظة تعز قوية جدا هذه المحافظة التي تمثل عمودة الجمهورية اليمنية نلاحظ أن هناك دعوات للتمزق والتشرذم والعودة إلى الوراء وكأن الوحدة اليمنية هذه خطأ إن كان هناك أخطاء بالنسبة أو اختلالات التي قلت بعد الوحدة ناتجا للنظام السياسي وقد علقها مع تمر الحوار الوطني منذ فجر الثورة الأولى ضد الإمامة الرجعية وهذه المحافظة تسهم في إفشال المشاريع التآمرية حيث تأخذ دورها النظالي انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية وموقعها الجغرافي وثقله السكاني إذا تشكل حلقة وصل بين محافظة الشمال والجنوب وهو ما يشكل دوما رافدا أساسيا في مزاري تعزيز التربط الاجتماعي والتداخل السكاني بالنسبة لمحافظة تأعز من حيث الموقع الجغرافي ومن حيث الكثافة السكانية ومن حيث دورها النظالي فهي عبر التاريخ قد أفشلت كل المؤامرات التي استهدفت اليمن أرضا وإنسانا كانت تعزيز منطلق لثورة 14 أكتوبر وحاضنة لجبهة التحرير والجبهة القومية حفاظا على الوحدة اليمنية الشاملة وأراضي اليمن الطبيعية وأيضا في موقعها الجغرافي تعتبر حمزة وصل بين محافظة الداخل وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا عن طريق سواحل بحر الأحمر وميناء المخا ثلاثة عقود عاشت فيها محافظة تعز مراحل متعديدة من النظال كغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى متمسكة بالوحدة ومدافعة عنها في ظل محاولة بعض المتحمسين لإعادة فكرة التشطير إلى الواجهة مدفوعين بأطباء خارجية تعمل جاهدة على تمزيق اليمن عبر خلق كيانات ميليشيوية وتزويدها بالمال والسلاح تلعب تعز دورا محوريا في إفشال مشاريع الرجعية الداخلية والأطماع الخارجية الرامية إلى تفتيت اليمن من خلال إدارته بالنزاعات ومحاولة إعادة تشطيره عبر وكلاء محليين بينما تظل هذه المحافظة روح الثورة التي حملت على عاتقها مشروع اليمن الكبير وستمضي فيه إلى الأبد رغم كل التضحيات حمزة أمين قلات بالقيس تعي ترجمة نانسي قنقر